في حكاية مثلها مليون قصة كل واحد مننا مكتوب نصة يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة كلنا عايش سنينة هي جميلة في حكاية مثلها مليون قصة كل واحد مننا مكتوب نصة يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة كلنا عايش سنينة هي جميلة عاشقش مغلوب مأساة وطن غيّع أحلامه وخيّة في كل ضن رغم هذا نعشقه من غير ثمن الوطن ما في بديل هي جميلة عاشقش مغلوب مأساة وطن غيّع أحلامه وخيّة في كل ضن رغم هذا نعشقه من غير ثمن الوطن ما في بديل هي جميلة موسيقى 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 اشتركوا في القناة ادفع قيمة مشترياتك عن طريق خدمة حاسب من تطبيقات التسوق الإلكتروني أو عن نقاط حاسب منتشرة في كل مناطق اليمن حاسب اختيارك المناسب اشتركوا في القناة 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 هيا 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 اشتركوا في القناة ما حد يكتر يقولها بالساحل أنا جميلة بنت عبد الحي وهذا الدكاء اللي تركه لأبي الله يرحمه وصلنا باسم الدكاء جميلة لأني أنا كنت بنتهي البكر صحيح أن الدكاء صغير والنواقص فيه خيرات والله أنا نفسي يوفر كل حاجة بس ما يقول العين بصيرة واليد كصيرة صباح الخليق جميلة صباح النور يا خليق كيف أنت؟ الحمد لله ها ما تدين لك؟ أديني كيلو سكر أيوة أديني سدى حفاظات هذا السكر حفاظات أهلا وحليب أطفال وهذه الحفاظة وهذه الحفاظة وهذه الحفاظة وهذه الحفاظة لو ما بش عادي خليها مرة ثانية لا لا والله موجودة إداها كيف؟ خمسة ألف وستمئة بس كيف؟ والله إليت الناس كلهم ساعة يا خليق كيف يعني؟ يعني ها قد أنت بتفسر دفترة ديون قد وملأ ما نجدالي من أندي بضاعة سهل أصب لها جميلة سهل قد أنت داري بظروف النص صعبة والله يا خليل أن هذا الحال هو اللي مخليني ما استرشعروا تدحد ألم إذا تحتاج يجي ولا يجي أن أمر الله يحفظك ما تكسرش ها ما زي تديلك آآ ولا قداش تيجي بس آآ أآ ولا قل ليش خاص حتي لعنديش أختي نورياه وتكلمش شي ولا خبر خبر؟ أي أي خبر؟ لا لا تقول ليش أختي حسن يعني ما شوش تقول لي أنت يالله مساء الله رائعا ناها محفظك محفظك عبرا لا! 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 بسكر! عندما تتزوج محانا غاريا يا خليل هنا هؤلاء العيال للأختين والرية وانتو غاريا آه! وانت متى ناوية تتزوج؟ او ناوية تقضيها عزوبية؟ يوالله النوصد كنت كبرت يا خليل او لازم نتزوج ونفرح بباك ودو تشعرك ببل ان شاء الله ان شاء الله قريب يا خليل الإنسان اذا ما تتزوج في هذا العمر اي حين عيتزوج يوالله صح صح خلاص تمام إن شاء الله، قريب خلي لا تنسى تعزمنا العرس حق دكت سابر تمام يلا مع سلامة الله العرس دوس آه، كم جاهدي إحراجات من هذا السؤال القديم الجديد أي حن عدت الزوج يا خليل متاع نفرح بك يا خليل قد كبرت يا خليل قد قعد شايب وانت بالله زواج يا خليل طيبة نائش عمل إذا كان الضروفي ما تسمعش آه والله جازي من كان السبب حيا بخي حيا حيا شوك الشيخسين استطردك يو الله يحفظك يا أخي ويجع بزقك الساعة المطر شنا داري عين ادي وشي منك حيا يا أختي لا تكون ليش شاكلة الله يحفظكم كيف انتم يا عيالي؟ الحين دو الله بخيري وزاد الله بلاني بهذا الرجال زواج مغبرة لا هو راضي يصلح من حاله ولا يتحمل المسؤولية سهل يا أختي سهل سبر ولا ما سبرش أنتي أختي وأنا لا يمكن أفرط بش ولا بالعيالش الله أحفظك يا أخي المهم يا أختي لا تنسي الموضوع الذي كلمتش فيه تسلي العين جميلة يو من عيني تي قبل تي تسلم عيونيش بس أشتي اليوم تردتي لي غبر ونفصلها اليوم إن أختك حمايش خلي الموضوع اليو بس ما فدالش يا أختي تسلمي خلص لأن الصباح وعدا نبعلا عندهم على طول سيري يكون الصحي يا بوش ودلدلاء لا تقوموا مختش أعبر يا أمه يا خال متى عيجي رمضان؟ رمضان عيدي قبل العيد متى عيجي العيد؟ والعيد عيجي بعد رمضان قريبا يا صحي يا صحي يا صحي يا الله يا رعد يا بني قدنا قل لك لا تماشيش خالك هذا بطلعه وبينه زيوب آه وما لك خاله ما لك بكرت علي يا حامي آخر ولا حامي ولا شي بس بدلني القعادة ظهري وقعنا لنا ما نتمنو يا أخي هذا ما بش مع المجبر تقل كلوا قول يا مطلوب رحم بالله ما تستحروا على نفسكم قايبين اللي قرأة زي هكذا لقصوا به آه ها وما لي؟ ما لي بس احترموا نفسكم قاعوا أسدين ما لكم صلوا على النبي أنا واقي ضيف ضيف هذي مش معاملة أنا في ذلك سكوت 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 غيرك مش هم لاقي أحقا لكماء وسكوت ليش يا نوريا انتي داريا كل شي إلا بطني أنا مينفعش كل يوم فول فول أقسم بالله قولوني وقش يعمل له شوية لحم غنمي شوية كباب شوية كفتائية حاقة تخارقوا كل كل احنا عادينا ندي ثلاث لحمة وكباب قبل يومين وأكل والله قد نسيتن نعم أنا سيتهمش بس اش يعني لو كل يوم احنا في قرية هو الوضع ما يسمحش النوية تتوفرن هذا الأشياء يوميا يعني في القرية والله يا حبيبي هذي مشكلتك مش مشكلتي أنا في ذلك أنا مشكلت دولة مش مشكلتي أنا شكوك بشرط جرمل جالس بتتنع ورفه وقر الجال مش هو غارق لك بذل ما تقول شكرا يا صهير كثر الله خيرك فاتح لنا بيتك من حين ما جاينا من المدينة سنتين سنتين وهو بيصرف علينا وبيشقي علينا أنا وجهالك مش هو حارمنا من شيء وبيزيد يدي لك مصروف الأعجابات حق الشقارة وحق القات وانت جالس لي بزوة لا شغل ولا مهرة قم قامت قيامتك الشقارة وحقizes ماذا؟ فإلا أنا بإطافة فاومات يا خليل! يعني صرفها. أه. بكم؟ ما هل بكم؟ لا تدخني لو سمحتي. أنا وصغيرين تفاهمها الآن. خمسة ألف حقا للقاته السجارة ومعلي. يا خليل! بس تخارجني مني. اثنى، ثلاثة، أربعة، خمسة ألف. يا خليل! أي شي منه مالك؟ صرفها لي. يا خليل! يا خليل! يا خليل! يا خليل! يا خليل! نعم، يقول لك خليل هو مش موجود. ها! خليل قال لك هكذا. يا خيشي منه انته. ولا حاجة ما غير الشي يسلم عليه. مش يسلم عليه؟ ايه؟ اوقدو لك الآن؟ يا ريت. يدك على عشر ألف. يدي على عشر ألف؟ لماذا؟ أنه من وهذا شاكري يا أخي؟ هذا هو واحد صاحبي تاجر. تجد الآن! وأنا... ها! هذا شخص يدخل له. دخل به. خلوا! ادخلوا! ادخلوا! يعني هذا قدو أخر خبر عندك؟ ها! أيها! إذاً الصحبات شتيوا فيها. ما يتقلع لك العشر ألف. حبيبي! ها! هذه 9 وخمس. هذه عشر. بعدك. يالله يالله! يا خليل! يا الله يا سيد. يا خليل! يا الله يا سيد. أندوا. يالله سهل. الله المستعن! ألهر بالسنة، والملكة يوم! يا ألف سبحان الله يا خليل! إنه تفعل بي هكذا أنا صاحبك صاحبك هكذا ليش هذا كله وعلاش أنا أيش؟ المسامحة منك يا صاحبي والله العظيم إن أنا محرية منك جداً يعني وما نداري أين أدي وشي منك بس يعني المشكلة هي يعني أنا ونطحة يا شمسة نكبني ونكبك بي ها يسمى اللعبة الوزنية يا صبي يا عبد العوت والله محر بيمسة قربّد هذا غيرك مرعي أمسة بي هل سيطير إليك أغنيناً بتبقى الوزني؟ تمициًا والله إن صوتك أحلام من الفاوت أغني إش من أغنيا إش من أغنيا يا كحيل العويون وداعتك الله ودعتك الله ودعك عاشقك يقول لك مع الله يقول لك مع الله يا كحيل العيون ودعتك الله يا كحيل العيون يا عام حمود يا عام حمود هيا جايب وهادًا يا أرحبا سلام عليك عمد عموبي أنا أجل شاي جلس أنا أشيكم تفحلوا لي مشكلتي سهل 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 والله أنتوا عتاكلوا وبعدها نضحك هيا جزوا مدت يدك مارغ بطيب نفسك بطيب خير يا صافيات يا شاهي 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 يا صافيات شاهي حيا حيا حياكم الله وسلمكم الله يبقيك حيا ما أقول موضعين شو تحاكوك فيه والله يا عم حمود الموضوع هو يخص ابنك شمسا شم شم الشم الموضوع ما عجبك شو كيف الله يا ساتر يا الله 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 نزلت؟ الحمد الله الحمد الله لا تقلق شل قلق كلاب وكله من هذه المصيبة قد فعل ابني شمسا والله يا عم حمود الشمسان يعني جال عندنا جال عندي للبيت قبل شهرين أيوه وقال بحاجة فلوس علشان يشتري شاحلة أيوه فأنا جيبت له الفلوس الذي عندي كامل سار ورجع ثاني مرة قال ما كفتش الفلوس في الضروري زيدة لفلوس قلت لنا لا عنديش فلوس أسلفك أحرجني قلي شوف من معارفك فأنا معي صديقي وعزيزي أخ شاكر ستلا عنده ويتين تمني مليون علشان ابنك شمسا وسلفنا المليون وللآن شهرين ولا شفنا للصورة يعني شل مني فلوس وشل منك فلوس وجدت صلق تلمي شاكر مليون يا ريدي والله على عشرين يبرغوك طريق ردع ما شو طريق ردع عنك وهو أنا ما عرف زلطي إلا منك يا خليل لأنك أنت الذي ضمنت شمسا إبس اللي حل المصيبة التي يفعلها منك شمسا قوال حلن 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 طيب ننتظر لما شمسا يبيع الشاحنة وبعدها لدي فلوسك يا خليل وفلوس شاكر وأنا أش ضمني أن شمسا يبيع الشاحنة شهرا وهو مختفي أنا معرف زلطي إلا منك يا خليل طيب يا خليل أنا عندي حل فلوسك يا خليل وفلوس شاكر من هذا العيب وهذا العيب أدوني مهلا بأس نايوة إيضا صلوا على رسول الله أنتم تقدير الله ظروفكم ولأننا داري إني خليل صاحبي وما بش عنده لا لف ولا دورة أنا شمهلكم فقط أسبوعين لا غيرهم إذا ما رجعت زلطي الوجه من الوجه بيض ولا قسما بالله العلي العظيم ما أطالبكم إلا من القسم موسيقى 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 حيا حيا ملان الدنيا جلسي صباح النور والعافية كيف أنت تمام كيف أنت يا خالة؟ الحمد لله يحفظش كيف أنت يا جميلة؟ الحمد لله كيف أنت يا نورية؟ موسيقى موسيقى الموضوع يخص جميلة موسيقى 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 سرو يا خالة موسيقى نحن ونتم في القرية هذه من زمن وتعرفونا ونعرفكم ويشهد الله عليها مما بش أحسن منكم في القرية هذه كلها الله يحفظش ويبارك فيش وأخي خليل موسيقى يحبكم ويعزكم قوية وشتيكة مال نصدينة هاي يعني خلاها يتزواج حالي حالي الله يحفظت اشتي القرب منكم يا خالة في بنتكم جميلة اه اشتي جميلة ايوان لو به رغبة ايواصل ويتقدم رسمي وده ما بش ما بش عليكن أي حرج لا لا خليل الصدق انا ما قدر اقول فيه خليل خليل محترام ومقداب وبيشتغل وصطف في القرية مثل العسل ماش اقول لكن الصدق الشور والقول جميلة ها وما قالت جمولة سبطاطس اصلاح تحرجيها شكلها موافقة يعني حجر ماشي ما تحجري انتي داريا معنا عمها اخو ابوها طروري نحاكي ونستشيرها وما يكون الله كل خير حقكم يا خالة استشيروا عمي حمود وان شاء الله ما يقول شي ان شاء الله بإذن الله انت تطمني وطمنتي خليل الله يطمن قلوبكم يا خالة كان خاطركم ها الله معيش مع السلام جميلة جاي 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 حقية الحريوة قليلي ما قلتي انتي الصدق هي شمية الحياة وما بيش احسن من خليل ما رأيش شكوري هكذا يما الصدق خليل ما بيش احسن منه ورجال عايصونش ويحفظش وانا شاكون متضمنة عليش ساحب الخير لبسر عمي حمود ان شاء الله ايوه ايوه فضنا في الطريق جاية لعندش شو كيف كانت الحفلة ايدي جنينة تصور فنا و البنات تصور فضيعات حاضر من عيون لدلجة في حكاية مثلها مليون قصة كل واحد مننا مكتوب نصة يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة كلنا عايش سنينة هي جميلة في حكاية مثلها مليون قصة كل واحد مننا مكتوب نصة يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة كلنا عايش سنينة هي جميلة عاشقش مغلوب مأساة وطن ضيع أحلام وخياة كل ضن رغم هذا نعشقه من غير ثمن الوطن ما في بديله يا جميلة عاشقش مغلوب مأساة وطن ضيع أحلام وخياة كل ضن رغم هذا نعشقه من غير ثمن الوطن ما في بديله يا جميلة ترجمة نانسي قنقر يا جمال الكون في نظرة حبيبي يا حنينة يا دموعي من يجيبي من يطف في نار شغالها ضنينة يا عيونة يا جميلة يا جمال الكون في نظرة حبيبي يا حنينة يا دموعي من يجيبي من يطف في نار شغالها ضنينة يا عيونة يا جميلة يا مبتاك يا جميلة شكرا